في وقت يواصل فيه طيران الإمارات المسير قصف مواقع القوات الحكومية في محافظة شبوة وصل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي أبو ظبي بعد أيام من مباركة مجلس القيادة الرئاسي ما يحدث في شبوة وتسليمها لقوات مدعومة من أبو ظبي ذهب العليمي إلى الإمارات ليؤكد عن ولاء مجلسه لها وتنفيذ ما طلب منه كما يرى مراقبون فيما يرى آخرون أن زيادة حدة الخلافات داخل مجلس القيادة تأتي ضمن أهداف الزيارة لأبو ظبي والرياض خاصة بعد مقاطعة كافة الأعضاء للاجتماعات التي اقتصرت مؤخرا على العليمي والزبيدي الزيارة التي تشمل أبو ظبي والرياض تقول عنها وكالة سباء الحكومية إنها غير رسمية في حين تسرد في الخبر أنه سيلتقي مسؤولين في البلدين لمناقشة عدد من الملفات أبرزها الاقتصادية والأمنية وهو ما يبرهن أن ثمة شروط جديدة ستوكل للمجلس المشكل من السعودية والإمارات وفق أهدافهم بعيدا عن تلك المعلنة في العام 2015 لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة ما يحاول رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إخفاءه فيما يخص تشطير البلد يفضحه المعينون من قبله آخرهم رأفة الثقل المعين محافظا لسوق طراء إذ أعلن عن انتهاء دولة الوحدة بتشكيل مجلس القيادة أربعة أشهر من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي جنى الشعب آمالا مخيبة ما أثار غضبه من غياب القرار التوافقي وانحياز المجلس بقراراته لصالح الانتقالي الساعي إلى تشطير البلاد